اشتركوا في القناة المباراة مباراة مهمة جدا نادي الاهلي ان شاء الله عشان يكون حسم السلسية اليوم قبل ما نروح طبعا للستوديو التحليلي وطبعا نروح نتلاول المباراة من كل جنوبها التحليلية سواء لنادي الاهلي او نادي طلاعي جيش حب رحب بضيف في استوديو الدكتور فؤاد عبدالسلام رئيس الاسبق لاتحاد المصري لكرة الطائرة وايضا مدير فن منتخب مصر والنادي الاهلي واحد رموز اللعبة طبعا كلاعب في النادي الاهلي اهلا بك دكتور اهلا وسهلا كابتن ايسا مسعيد اول ان احنا رجعنا نلتقي مع بعض يعني في التحليلات المهمة ده وحشتيني جدا يا دكتور والله الله يخليك والنت أخ عزيز طبعا وقيمة وقامة كبيرة في التغطية الاعلامية نورت بيتك ونورت قناة النادي الاهلي الله يحفظ عزيز المشاهدين تابعنا طبعا عبر شاشة قناة النادي الاهلي امبارح تتويق فريق الكرة الطائرة السيدات بكأس مصر ليحصل على الدوري والكأس وشفنا طبعا في المباراة حضور رئيس نادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وده اندلف يبا يدل على اهتمام النادي بكل ألعابه سواء رجال او سيدات وابنه بيقف مسافة واحدة مع كل ألعاب كابتن محمود الخطيب امبارح كان فيه لمسة جميلة جدا الحقيقة كرئيس النادي الاهلي انه طبعا اجتمع مع لعبات النادي الاهلي وايضا اجتمع مع بنات نادي السيد كان كل توجهاته او كل توجهاته مع بناتنا في النادي الاهلي ان المكسب مش هو هدف النادي الاهلي الرئيسي طبعا المكسب مهم وان احنا بندور على البطولة ولكن الاخلاق والقيم والمظهر واحترام المنافس هو من احد اقوى الاهم او اهم الاسباب او اهم الترجط بتاعنا في الرياضة خلينا أقول لحضراتكم أن حتى دي علق عليها الكابتل حمدي الصافي النهاردة على صفحته للمدير الفني للفريق السيدات اللي بنقول له طبعا ألف مليون مبروك وبنقول للبنات ألف مليون مبروك اللي حقيقة الكابتل حمدي الصافي النهاردة قال أنا مش هتكلم عن الفوز بالبطولات والانتصارات وجاب سورتين للكابتل خطيب وهو واقف مع بنات النادي الأهلي وأيضا لعبات النادي نادي الصيد وقال أنا مش هتكلم عن الفوز بالبطولات والانتصارات السورتين دول بيوضحوا المعنى الحقيقي للرياضة التنافس الشريف وجبر الخواطر المتمثل في رئيس نادينا المحترم والأسطورة الكابت المحمود الخطيب شكرا على دعمك لكل فرق النادي وفي نفس الوقت التأكيد على مبادئنا وقيمنا في تهنئة المنافس دائما أبدا النادي الأهلي زي ما قلنا جيل بيسلم جيل بنتوارث هذه القيم ومش هتلاقي احترام المنافس بهذا القدر إلا في النادي الأهلي والحقيقة يعني زيارة كابت المحمود الخطيب مبارح لمبارات أو نهاية كأس طائرة سيدات كان ليه أثر إيجابي جدا جدا على البنات والحقيقة احنا طبعا عملنا تقرير صوتي الحقيقة لفوز البنات أمس على نادي الصيد الحقيقة التقرير ده هيوضح لحضراتكم أمور كتير وكان فيه لقاءات مع اللعبة خلينا شوفوا التقرير ده ورجع لحضراتكم سيدات طائرة الأهلي يحققنا العلامة الكاملة بحصد الثنائية المحلية نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمد الصافي المدير الفني في تحقيق لقب كأس مصر بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره فريق الصيد بنتيجة 3 صفر مساء أمس الثلاثاء لتضيف فتيات ذهب سطرا جديدا من سطور المجد حيث لا صوت يعلو على صوت سيدات طائرة الأهلي بعدما نجحنا في تخطي كافة الصعوبات التي واجهت الفريق هذا الموسم من توقف النشاط إلا أنهن كالعادة تمكن من تحقيق بطولتي الدوري وكأس مصر والجمع بين الثنائية هذا الموسم معززا رقمه القياسي في التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع كان الفريق احتفظ بلقب بطولة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز في كافة مبارياته دون خسارة تذكر وفي بطولة كأس مصر حافظ الفريق على سجله خالي من خسارة أي شوط بعدما استهل الأهلي مشواره في كأس مصر هذا الموسم بالفوز على الشمس بنتيجة ثلاثة صفر في دور الربع النهائي والفوز على فريق الجزيرة في دور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة صفر والفوز في المباراة النهائية على حساب فريق الصيد بنتيجة ثلاثة صفر قائمة الشرف لأبطال الثنائية هذا الموسم الجهاز الفني حمد الصافي المدير الفني ياسر صلاح الدين مدرب عام أيمن فؤاد مدرب رانيا عبد العزيز مخطط أحمال مي محمود حسني محلل فني إيهاب حسن مدير إداري أشرف عباس إداري هدير وحيد طبيبة منة الله عادل أخصائية العلاج الطبيعي منا مراد مدلكة بينما ضمت قائمة اللاعبات نهلا سامح آية الشامي شروق فؤاد فريد العسقلاني مري مصطفى ران الجهري صارة أمين رحمة حسن مايا ممدوح مروى مجدي مريم متولي سلمة مسعد دانا شوقي سهيلة وفيق ميار خليفة مي محمود فريد الحناوي ندى وليد ملك مرجان وهدير يسري وزا ما دايما بنقول كالعادة الأهل مصدر السعادة دايما بطولاته دايما بتفرحنا في كل الألعاب وفي كل المجالات الحقيقة وابطولات بيبقى ليها طعم آخر لما بيكون يعني بتيجي بعد تعب وعرق وبعد موسم استثنائي الحقيقة مرة على كل الرياضة المصريبة للرياضة في العالم كله نرجع لمباراتنا النهاردة نهاية كأس مصر لكرة الطائرة النادي الأهلي ونادي طلاعي الجيش وبطبعا برجع لضيفي الكابتن أو الدكتور فؤاد عبد السلام دكتور يمكن مبارات الكأس دائما أبدا بيبقى ليها معاني أخرى مش دائما بيفوز بيها الأفضل وحدك عارف كويس قوي مبارات الكأس ليس لها حسابين ده ينطبق على مبارات النهاردة ولا شايف حدك رؤية؟ ده ينطبق طبعا ونص خصوصا بالنسبة لكأس مصر حضرتك والسادة المشاهدين وإحنا في قناة نادي الأهلي الزمالك من ثلاث سنين مش هو المنافس للأهلي المنافس للأهلي هو طلاع على الجيش وطلاع على الجيش اللي بيدربه الكابتن إبراهيم فخر الدين ابن من أبناء نادي الأهلي كلاعب ومدرب قدير ومدرب منتخب مصر وميده كان أحد المساعدين بتوعه فقريه كويس جدا فلازم ميده يحطاط كويس قوي وما يستهطرش الثلاث سنين طلاع على الجيش بيوصل نهاء الكاس مع النادي الأهلي الغلطة بطولة صحيح فالنادي الأهلي عمل مباراة ولا أروع بالأمن بأول مبارح مع النادي الزمالك كسب 3-0 عمل سكور كويس قوي في الأشواط عمل نسب كويس جدا في معظم اللاعبين اللي هم بيشاركوا مقارنة بنسب لعيب النادي الزمالك أكيد هنروح للمباراة دي وهنتناولها بالتفصيل خاصة المباراة دي يا كابتن كانت النادي الأهلي لعب بكل قوته أو بقوة ضربة غير مباراة نادي الزمالك اللي كانت في الدوري كابتن ميده يعني فضل أو آثر أن يريح اللاعبين المهمين طب كابتن يعني هل نبتدي النهاردة كده ونقول أسامي اللاعبين أسامي الجهاز الفني يعني برضو نعرف الناس أو السادة المشاهدين طبعا مثلا نبتدي بقائمة طبعا النادي الأهلي طبعا أكيد اتفضل لكابتن وعرفنا برضو بالمراكز ومركز كل العب اتفضل لكابتن كابتن عبداللطيف عثمان رقم واحد ضارب من مركز ثلاثة كابتن عبدالله عبدالسلام صانع الألعاب وأحسن صانع الألعاب في جمهورية مصر العربية رقم اتنين عبدالحليم عبو ونقول له حمدالله على السلامة عودة حميدة وظهر على حقيقته في مطش الزمالك أول مبارح وده رقم ثلاثة احنا برضو لازم كابتن برضو نعرف سادة المشاهدين يمكن عبدالحليم عبو كان عنده أصابة في رقبته صحيح ما بالضبط نقول له حمدالله على السلامة وهو تعفى منها يعني اللي كان بعده عن الملعب رقبته بيتدرج في العودة فهو جهز ولعب المطش كان أحد العلامات المهمة في فريق النادي الأهلي اللي هي قدرت أن هي فيهجوما ودفاعا في حق الصد الاثنين قدرت أن هو يكون له بصمة كبيرة بيلعب في مركز ثلاثة وده يمكن مركز مهم جدا أحمد صلاح طبعا نجم النجوم لعب المباراة كاملة تلت شواط يمكن نقطة أو نقطتين نزل فيهم حسام يوسف يوسف ونزل معاه اللي هو نمرة 12 حسام يوسف واللي هو قد نزل معاه بالتغيير البصير بدريب يعني نمميده حافظ على قوام الفريق المطش كله وكان عايز يبعث رسالة لجمهور النادي الأهلي والألعاب الصلاة بيقول لهم أنا كنت مريح اللعيبة عشان اليوم دوت احنا نتكلم على ده بالتفصيل ان شاء الله بعد ما نتناول اللعبة كابتن لأن فيه كلام كتير هيتقال في الموضوع ده يمكن احنا وقفنا مع حدثك عند كابتن أحمد صلاح أحمد صلاح نمرة 4 محمود رؤوف نمرة 7 ضارب من مركز 4 طبعا أحمد صلاح ضارب أمامي من 2 وضارب خلفي من مركز 1 محمد معوض الليبرو بتاع الفريق رقم 9 وده ملعبش المباراة اللي هي التانية في الدوري خالص كم ريحوا كابتن محمد مسلحي محمد عادل رقم 10 هو اللاعب المناظر أو الكروس بتاع عبد الحليم عبه رقم 3 محمد عادل ده رقم 10 أحد القوة الضربة جدا كحاقت صد وكبلوكر من مركز 3 ودول الاتنين الأساسي بتوع كابتن محمد مسلحي طبعا فيه بعد كده أحمد عبد العال أحمد عبد العال ده رقم 11 ويمكن هو نسبته أقل النسب اللي هي في الستة كلهم هو بيلعب به كابتن ميدو علشان أول كورة لأنه هو مراحل منتخب لعب ليبرو لما رجع دلوقتي بيلعب في مركز أربعة ويكون معاه عبد الله عبد السلام فأول كورة بتطلع كويسة تشكلات الهجوم من الخط الأمامي من الخط الخلفي بتبقى مميزة جدا عن دراعيب طبعا الاستلام عندنا كويس بالظبط أول كورة استلامناها صح الدنيا بتمشي زي الفل في الهجوم بالظبط صحيح ودي كانت نقطة الضعف في نادي الزمالك صحيح كان قاعد جنبي كابتن محمد لقاني قال لي ده الفارق قلت له أيوة هو ده الفارق بس أنا زودت له حاكتين تلاتة كده عليه قد دينا بالكواليس كده كابتن بقى عشان نعرف اللي بيدور هو قال لي قال لي أول كورة ما فيش أول كورة في نادي الزمالك وهي دي وسيرباتنا ضغطنا بسيرباتنا وقدرنا الحمد لله بالظبط والأجنبي ما كانش موفق بتاع الزمالك هناخد حسام يوسف ده صانع الألعاب خد بالك بقى إن الزمان كان في فرقة القرى عندنا كان عندنا في الجدد على طول مرة عاد الهيكل والروبي ومروان كان فاني وبعدين جي كابتن شوبير ومعاه كابتن إكرامي وسمه شوبير أيوب القرى المصرية حسام يوسف حظه إنه معاه بيلعب في نفس الفرقة عبدالله عبدالسلام بس حسام يوسف الدكتور حسام يوسف ده لعب مميز جدا في الحقص الصد في الإرسالات زيه زي عبدالله ومعد كويس جدا ومعد كويس بس هو زي ما تقول الفرصة مدام ده موجود وماشي ميده بيخليه كامل زي حراس المرمى فحسام يوسف صانع ألعاب مميز جدا ده رقم 12 محمد عبدالمنعب دوت زي نفس وضع عبه برضو جاله أصابة من سنتين أنا كنت في الملعب وكانت في النهائي بطولة أفريقيا قدام الترجي التونسي فكان صوته جاي بالقاهرة والحمد لله تعافى ورجع وهو دلوقتي في مرحلة اللي هي بيلعب حبة حبة يعني لكن هو جاهز جدا مع ميده في الاميرجنسي في الطوارئ حيتفع به أحمد قد أحمد قد نفس الكلام اللي بنطبق على حسام يوسف بنطبق على أحمد قد جاله أصابة في النادي الأهلي ولما رجع كان أحمد صراح فرما فبيبقى دايما واحدة واحدة هو موجود بس أحمد قد بدا هو مستقبل مصر قوة ضربة طبعا بلوق قوة ضربة إرسال لما لما النواحي البدنية أو القدرة العضلية قوة السرعة بترجع عنده كويسة ما حدش يوقف ما حدش يقول أنه بيشوت من أعلى نقطة صحيح محمد رمضان دوت لبرو الفريق الاحتياطي ده ابن الإداري كارتة رمضان بتاع الفريق والولد ده يعني أنا فاكر له مطش أنا كنت بدرب نادي سموح حسانة دربت نادي سموح وكان تحت 21 والمطش هيخلص 3-1 ومحمد عادل طلع شرط من مركز 3 لمركز 4 الودة طلع القورة والقورة دي حولت النتيجة المطش من 3-1 من 2-1 منها تروح 3-1 بايته 3-2 بالضبط تخيل وكسب بيها الولد ده مميز فعلا متربي في ملعب النادي الأهلي مستقبل النادي الأهلي أكيد محمد رمضان أحمد سعيد أحمد سعيد السلوخ الأهلي القادم إن شاء الله هو الولد ده عايز أشبهه بحد من الكورة كده لا لعب شيك قوي وليد سيريمان لعب شيك لعب شيك وبعدين سريع وعنده الفير كالجامب القفز ممتاز جدا و نحب يتفرج عليه هو عايش شوية شغله في استقبال الكورة الأولى لكن كضارب مميز من الخطوط الأمامية والخطوط الخلفية وقوة هو ده ملعبش خالص برضو مضش الزمالك التاني طبعا غياه آخر واحد النجمة صاعد الواعد كابتن يوسف حمدي الصافي ابن كابتن حمدي الصافي برضو معادي 2 متر 5 ولسه قدامه ممكن يطول كمان ده مستقبل نادي ألي فعلا يوسف حمدي الصافي يوسف حمدي الصافي أنا سمعت أنه هو حيعروه لأحد الأندية أنا بفضل أنه يفضل موجود ده بالذات لأن دوت لما يعد شوية كاحتياطي في النادي الأهلي أفضل هو الفلسفة بيقولك يروح ويلعب ويرجع لنا مرة تانية أنا شاف مع المجموعة الولد ده المستقبل كله لي لأن هو مركزه أولا هي مركز أربعات طوله وجسمه هو خليفة أبوه فعلا شبهه وجسمه طوله وعرضه وبيسرق جسم أبوه كلها ابن الوز عوامى كابتن وخلينا نروح لقيمة طبعا نادي طلاقع الجيش ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما أروح أستعرض طبعا قائمة نادي طلاقع الجيش عايش بس يعني عايش السادة المشاهدين معايا الكرة الطائرة بيكون في بعض المراكز لازم تبقوا عارفينها في مركز صنع الألعاب مركز 2 و 3 و 4 اللي على الشبكة 2 و 4 دريبة 3 بيبقى سنتر بلوك عندنا مركز اللي برو الخمس لعبين الموضوع ما بيخرجش عن الملاك زي بقولوا حضراتكم تاني واحد اللي هو بيصنع الألعاب بتقال عليه صنع الألعاب 2 و 3 و 4 2 بيبقى تضريب و 4 تضريب 3 في نصف سنتر بلوك وعندنا كمان اللي برو هي دي طبعا اللعبة خلينا أقول لحضراتكم قائمة طائرة رجال طلاقع الجيش اللاعب أمين إيهاب رقم فانيلا 2 صنع ألعاب محمد عصران ضارب من مركز أربعة أنس أبو هاشم ضارب من مركز 2 أشرف أبو الحسن كابتن الفريق صنع ألعاب رشاد شبل ضارب من مركز 3 أحمد جلال ضارب من مركز 4 عمر نجيب تايسون ضارب من مركز 4 يحيى موسى اللي برو محمد عفيفي ضارب من مركز 3 أحمد محمد عبد السلام ضارب من مركز 4 عمر تامر ضارب من مركز 2 عمر النمر ضارب من مركز 3 محمد فرعون ضارب من مركز 3 يوسف أشرف ليبرو دي كانت قايمة طلاع الجيش والحقيقة كمان احنا جهزنا لحضراتكم تقرير عن الماسترز أو طبعا فرقتنا بيطلق عليها الماسترز أو الأسياد طبعا في كل الطائرة لأن الألقاب تتحدث عن نفسها النهاردة ان شاء الله اللقب احنا قبل كده حاملي لقب 20 بطولة كأس النهاردة ان شاء الله تكون البطولة لقب 21 يأتي وراءنا على طول نادي الزمالك بخمس ألقاب فقط فرق يعني كبير في البطولات فلهذا السبب طبعا اطلق عليهم الماسترز خالزينا نشوف التقرير اللي جهزنا لحضراتكم عن فريق كرة الطائرة الرجال وارجع لكم ده الماسترز على بور خطوة من معانقة المجد وتحقيق الثلاثية بات الفريق الاول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الاهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثلاثية في الموسم الجاري عندما يلتقي بفريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم الاربعاء وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي واجهت الرياضة في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا وكانت سبباً في تأجيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي يحمل الأهل لقبها والبداية كانت بخوض منافسات البطولة العربية والتي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري متربعاً على قمة المجموعة الأولى قبل أن يفوز على السلام العماني في ربع النهائي بنتيجة ثلاثة اثنين وبنتيجة ذاتها فاز الماسترز على الأهل البحريني ليضرب موعداً مع الزمالك ليحقق الفوز بثلاثة أشواط دون رد محققاً اللقب العربي للمرة السابعة في تاريخه بعد غياب دام عشر سنوات عن منصة التتويج العربية ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب المسجل باسم الصفاق السيء التونسي ليتوقف النشاط الرياضي في مصر والعالم جراء تدعيات فيروس كورونا المستجد لبضعة أشهر قبل أن تعود الحياة إلى الرياضة في ظل بروتوكولات صحية وإجراءات احترازية مشددة وكان الماسترز كعادتهم على قدر مسئولية فحصدوا الفوز تلو الآخر في بطولة الدور الممتاز لينجح في حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة وكالعادة يقرر الشياطين الحمر غلق صفحة الاحتفال بالدوري للمرة الثانية والثلاثين في تاريخه سريعة لا سيما أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لدى الفريق لالتقاط الأنفاس ثم استكمل الفريق مشواره في بطولة كأس مصر أمام الزمالك في نصف نهائي البطولة فقرر المدير الفني محمد مصلحي أتضحية بالمباراة الختامية في الدوري فجاءت الخسارة بنتيجة ثلاثة واحد كنتيجة طبيعية في مباراة تحصيل حاصل ليستعد الفريق لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر ليحقق الفريق الفوز بثلاثة أشواط دون رد ليضرب الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي موعدا مع طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر مساء اليوم في نهائي مكرر للموسم الثالث على التوالي نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مناسبتين ويسعى للتتويج بلقب الكأس للعام الثالث على التوالي على حساب نفس الفريق أهلا بحضراتكم الجديد إن شاء الله السنة دي يا رب نحسم المباراة النهاردة وتبقى السلسية التالت سنة واربعة كرة الطائرة في مكان تاني إن شاء الله ربنا يوفقهم النهاردة أرجع كابتن دكتور أو دكتور فؤاد عبد السلام دكتور يمكن نستعرض بحضراتك أسماء الجهاز الفني لنادي الأهلي وأيضا نادي طلائع الجيش فضل يا كابتن بالنسبة للجهاز الفني للنادي الأهلي الحقيقة هو معظم خبرات كبيرة جدا كابتن محمد مصلحي توفيق هو المدير الفني للجهاز شغال بقله فترة طويلة كمساعد مع كابتن إبراهيم فخر الدين ثم تولى القيادة أحرز العديد والعديد من البطولات على المستوى المحلي دوري وكاس وعلى المستوى الأفريقي بطولات أفريقية وبطولات عربية فالحقيقة هو حقق مجموعة من النجاحات المشرفة جدا معه دهية الإداريين اللواء خارد أبو زينا أكثر من عشرين سنة كل الأجهزة تتغير وهو سابس بسم الله ما شاء الله ما بيتغيرش أبدا ولا بيسيب مكان حبيب الكل اشتغل معايا اشتغل مع كابتن إبراهيم اشتغل مع كابتن توفيق اشتغل مع كابتن نور عاطية اشتغل أخيرا مع محمد مصلحي هو دينمو الإداريين الموجودين بيخلص كل شيء صعب سواء كان حد مجند سواء قرارات وزارية سواء مشاكل في العمل هو موهوب في الإدارة معهم أحد الوجوه الصاعدة اللي هو تبنها كابتن محمد بن صلحي تامر مجد ياسين شهريت الطيجر دوة كان هو بيلعب صانع ألعاب وبعدين لعب ليبرو في الناد الأهلي وبعدين بدأ يشتغل مع كابتن محمد بن صلحي كمساعد وساعده كويس أو في إعداد المعدين في التدريبات بتاعتهم في تدريبات الدفاع وبعدين معاه محمود جمعة الأخ الأصغر للكابتن جمعة بالحميد جمعة رحمة الله عليه الله الحم هو برضو دينامو وميز وابن من أبناء الناد الأهلي وعامل شغل كويس جدا ويبقى عام محمد رمضان الدكتور إهاب فخر الدين طبيب عظامه وهنشوف عظمة الناد الأهلي في الحتة التانية الدكتور سامح ظلام من أحسن دكاترة العلاج الطبيعي في مصر لما بيكون متخصص والريابيتيشن والتأهيل ونضم حديثا للجهازة الاتنين ده بيكملوا بعض صحيح أعتقد أن سامح يعني أساسا جاي من نادي الزمالك وجاي من اتحاد الشرطة لكن لعبة الناد الأهلي كابتن سامح فهو بقى جالهم دلوقتي ويبقى فيه كومانيكيشن وتعاون ما بينهم ومش بس كرة التقارية بتروح لي يعني كابتن سامح هنعرف كل الألعاب الأخرى برضو بتلجأ لكابتن سامح بالزبط بالزبط بيرحوله إنما هو مع الكرة الطائرة وكان هو الطبيب المنتخب برضو بيسافر معهم على طول الدكتور حسن عبدالجيد مخطط الأحمال وده حاجة ميزة من موائزات الناد الأهلي ومجلس قدرته والشؤون الرياضية النشاط الرياضي إنه بيجيبه مخطط للأحمال لأن بيقول لك على هو فيه مدرق مين قال إيش معنى الدكتور فيه دكتور عيون دكتور عمود فقري دكتور عظم دكتور باطني دكتور التخصصات فالأحمال بدنية حضرتك تخصص فيها التخصص ومجبر المدير الفني إنه يجيله مساحته في الإعداد مرتبطة بعدد الشهور والأسابيع بتاع فترة الإعداد يجهز الفرقة عشان يحصل فيها التنميات فده تخصصه تحت إشراف برضو المدير الفني فده مهم جدا دكتور حسن عم يجيب حاجة مشرفة الحقيقة معنا أيمن علي إداري نشيط هو مع كابتن خالد روزينا عاملين تيم جامد جدا فيه أحمد سعيد محلل تقني ما يقدرش طبعا ده أي دلوقتي فليء من غير المحلل التقني والبرامج التقنية ما يقدرش يشتغل لأنه بيبدأ يحلله الخص ويحلله فرقته ويطلع نقاط الضعف والقوة ميكي المدلك عبر أحمن ميكي ده بقى له سنين مع الناد الأهلي وبيروح برضو المنتخب واللي ولاد فيه ثقة ما بينهم يبقى فيه ثلاثة عندنا الدكتور إهاب فخر الدين دكتور سامح ظلام ومعهم عبد الرحمن ميكي فيه أحمد رشاد ده برضو من أولاد الناد الأهلي في الصالة بيروح وييجي ويحافظ على أدوات الأدوات هنا الورقة مكتوب فيها مهمات عايزة أشرح النقطة دي المهمات أصبح فيه أجهزة كمبيوتر دي مهمته أجهزة التحليل دي مهمته أجهزة التدليق دي مهمته أجهزة اللي هي بيقولوا عليها تلاتة في واحد بتاعت شورت ويف يعني مسؤوليات كبيرة جدا عليهم بجانب الكراب فيه غرفة مخصوصة هو بييجي يطلع كل واحد حاجته قبل التمرين فعلشان بس الناس ما تقولش إيه إن ده زيادة والحد ده مهمات كبيرة جدا لما بيسافروا برة ومالوش قراره زالي أعتقد أن النادي الأهلي بيطلع على حساب طبعا وهو أنا عارف طبعا المعلومة دي يا كابتن وكمان الأجهزة اللي بتتصل بالجسم عشان يشوف سرعة الضرب والحاجات دي كلها هو يعني بأمانة مسؤولية كبيرة كل الجهاز متفاهم وكابتن محمد بسالح عامل روحي واجد طب خلينا أستعرض سريعا عن الجهاز الفني طلعا الجيش عميد محمد صادق رئيس الجهاز إبراهيم فخر الدين طبعا ابن النادي الأهلي وأحد قامات الكرة الطائرة في مصر ونادي الأهلي مدير فني هاني فكري مدير إداري محمد بخيت مدرب عام محمد الوزير مساعد مدرب الدكتور أحمد مسعد أبو زيد طبيب الدكتور إيهاب تنطوي علاق طبيعي الدكتور محمد عبد المحسن مخطط أحمال هاني السيد إداري عبد بحراوي محل التقني محمد طاهر أخي السيد تدليك رمضان رمي مهمات كل التقدير طبعا والاحترام للجهاز الفني رجال لطراءة جيش كابتن عشان قبل ما نروح طبعا للملعب واللقاءات اللي طبعا نحاول نجهزها لسادة مشاهدين قبل اللقاء يمكن يا كابتن احنا معنا إحصائيات مباراة نادي الزمالك السابقة يمكن دي مهمة لسبب يا كابتن لأنه احنا عارفين إن المباراة الأولى كان النادي الأهلي أو مباراة تانية في الدوري كان النادي الأهلي أو كابتن محمد مصلحي ما استجابش طبعا يعني ما فكرش في مباراة أو ما استجابش للعاطفة اللي احنا عندنا أو ان احنا عايزين نفوز بكل المباراة آه طرم يريح لصف الأول ندخل بالصف الثاني يخسرنا المباراة ولكن جمهور النادي الأهلي فهم إنه طبعا كان بيريح كل اللاعبين طيب بص يا كابتل عشان موضوع يطول أطلع لفاصل وارجع لحضرتك عشان نحلل براحتنا وحضرتك تقول لنا الأرقام لأن المباراة دي زي ما قلت لحضرتك مهمة جدا عشان نقرأ الفرق قبل ما نروح للمباراة أطلع لفاصل وارجع لحضرتكم تاني أهلا بحضرتكم من جديد برجع لضيفي الدكتور فؤاد عبد السلام الرئيس الأسبق لاتحاد المصر لكرة الطائرة دكتور كلاب نتكلم قبل الفاصل عن مباراة الزمالك أول مباراة يمكن المباراة دي مهمة للأرقام هتكون قريبة للحقيقة لأن كابتل محمد مصالح ميدو لعب كل الصف الأول عايز حداكتر أشرح لي بقى كده المباراة وإيه وتحل المباراة للناس بشكل تقدر تفهم هو هنا الإعداد جاب لنا طبعا لأناليسيز لابد نشرح للسادة المشاهدين معنا عشان يبقى عندنا الصبق برامج التحليل دي لها تلات أنواع حاجة اسمها الفي اي اس ودي اللي بتستخدم في الدعاية اللي جات لنا للصحفيين فبيطلع لك حاجة مختصرة هنا هو مطلع تحليل بتاع الإرسال والاستقبال والهجوم تلات مهارات ده خلاف التحليل اللي بيستخدمه المدرين الفنيين بداتا فولي بتحلل كل الهجوم لست مهارات الحرقية للعابين ليك وللخص اللي هما كابتن معليه غير بقية الاستقبال تمام الاستقبال الاعداد حقت الاعداد الهجوم حقت الصد الدفاع المنخفض مية مية دولي الستة بتقعد داتا فولي بتقعد داتا فولي إنما الفي اي اس ده بيبقى تلات بتاع الجرائد حاجات اللي يقدر يفهمها الناس اللي هي البسيطة وحشرح حالك دي ايه اللي هي بيتم فيها النوع اللي بعد كده اللي هو البرامج اسمها داتا فيديو ده النوع التالت داتا فيديو دوت اللي هو بيستخدم يساعد ويعاون المدربين على أداء مهمتهم بتحط حضرتك تملة تقول أنا بمر فرقة 16 بنات دول متوسط سنهم 14-15-16 سنة عندي فترة الاعداد بتاعتي 8 أسابيع 10 أسابيع عايز ليهم تدريبات بدنية في القوة قوة الجزء الفؤاني الزراعين والجزع والضهر والكلام ايه يديلك البرامج بتاعتها عايز أستخدم قوة الرجلين عايز برامج للسرعة لحاجات حيثة جدا أنا كابتون عايز أستخدم حضرتك بالنسبة لتشكلات الهجوم لتشكلات الدفاع للإرسالات نوحة ايه فبيديلك بس انت عليك انك تملة البيانات علشان تعرف تحدد المرحلة السنية الدخل داتة معينة يطلع لك أوتبوت وبعدين هو بيعمل لك القياس القبلي بيقول لك اعمل لي قياس قبلي وبعدين مراحل التنمية لو 12 أسبوع خلاف 8 أسابيع ففي الآخر ده أدي الثلاث برامج التحليل طبعا أنا يعني ممكن أنا مش بتعبولي بقى معايا البرنامج ده خلاص الدولة بقت ساعة بس انت تعرف تملة وتدخل البيانات طبعا وزاية إيس طبعا وزاية إيس انبوت وأوتبوت أنا بهزر يعني ما شاء الله هنطلع الفي إي إس اللي هو جاي لنا أخذ ثلاث مهارات أساسية الإرسال والاستقبال والأتاك الهجوم تمام تمام النسب بتاعة النادي الأهلي أعلى بالنسب لعيبة نادي الزمالك يعني بمراحل وفي نجوم في نادي الزمالك مستحيل تكون نسبهم دي خد بالك ان اللعيب اللي بيلعب الثلاثة شواط خلاف اللي بيلعب شوط وبيطلع فبرضو نسبته بتنزل صحيح فهنا عندنا عبدالله عبدالسلام في الثلاث مهارات جايب سوعة وستين في المية عندنا عبو كان مهاراته خمسين في المية عندنا نجم بتاعنا تسعة وخمسين في المية تمام عندنا اللي هو بعد محمد عادل محمد عادل خمسين في المية تمام أحمد عبدالعال هو الوحيد اللي قال بقى تلاتة واربعين في المية بس ما قال ليش قوي يعني يعني برضو النسبة ما أقولة بتهليها كبتل ليه بقى عدد الرفعات اللي تترفع ليه أقل لأنه استخدمه كمستقبل واستخدمه كمرسل وكمدافع إنه مش ضريب عدد الهجوم بتاعته كانت في الامرجنسي في الطوارئ عشان كده النسبة بتطلع يمكن المسؤول عن نسبته دي عبدالله عبدالسلام بالزبط براو عليك لا ما شاء الله أمان تبتع بسكت كوير يعني عندنا بعد كده اللي هو أحمد سعيد أعلى نسبة ما شاء الله شوف كم بقى في المية تلاتة وسبعين في المية لسه حدك بتقول تلاتة وسبعين في المية إرسال واستقبال وهجوم شو حدك قلت لي لو يعني حدك أنا بس هسترجع كلمة حدك قلت قبل الفاص لو الاستقبال الزبط نسبه هتعدي أدي هو أهو أكبر دليل احنا كنش شفنا لسه نتاج على فكرة أدي أدي هنا ده طلعت تلاتة وسبعين في المية رجح كافة النادي الأهلي صحيح جامت جدا 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 صحيح لو انتقلنا بقى اللعيبة نادي الزمالك هتلاقي اللقاني ده صانع الألعاب مستحيل طبعا تطلع للنسبة هنا لأنه هو أشرك ما بين اللقاني وما بين أحمد فتحي لقاني تلاتة وثلاثين في المية آه تمام فالنسبة قليلة جدا كصانع الألعاب أصاده كان 67% ده اللي حددك قلت برضو قبل الفاصل ما كنت حددك بتتكلم مع كابتن في المباراة لما كنت شاف المباراة حددك كنت بتتكلم مع حد وقلت له نا كان قاع الجنبي ممدوح اسمعين آه حددك قلت له لقاني لقاني قالك المشكلة في الاستقبال عندنا آه آه لقاني الأب مش اللاعب آه قال لحددك أنه ما هو ابن ما بتروحلوش قوار مفتاح ابن هو المعد ايوه بقى كابتن الديني بقى الحاجات دي وهو عايش سادة المشاهدين في الكواليش دي بس فهنا النسبة هنا 67 هنا 33% بس خلاص دي الترجمة على المول ترجمة للنتيجة دي على طول دي الترجمة للنتيجة كابتن 3-0 عندنا آه 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 اللعيب اللي بعده شهاب آه شهاب دوت اللعيب اللي اللعب مكان شهاب آه آه مكان رضا هيكل تمام رضا هيكل ده نجم الفريق اللي هو كسب الفريق آه قدام الأهلي في الراوند آه في المبارات التانية التاني والأولاني في المبارات التانية آه اللي هو الأهلي كان مريح فيها تمام اللعيبة آه فهنا 50% برد 50% آه نسبته شهاب معقولة يا معقولة مش آه اللي بعده كان دي مشكلة بقى هنا لازم أليكس أليكس المحترف ده ده لعب روسي هو جايبينه وما سافرش في وقت الكورونا يعني المفروض أن هو مستوى ما يكونش نزل نزل آه وهو المناظر لأحمد سعيد عندنا آه فدوة واحد آه نسبه 73% ده 53% آه في الاستقبال أنا أنا الحقيقة الموضوع ده مش دايما يعني مش كلهم بس دايما ليا كابتن إيه السبب لأن إحنا ما بنجيبش اللي هو السوبر اللعيب الدرجة الأولى فإحنا بنجيب اللعيب الوسط أو الأقل منه فبنفرح بالهجوم بتاعه بنفرح بالإرسال بتاعه بأن هو مش ممكن يلعب إلا إذا أمكن إن هو يطلع أول بقالها أسبوع ومت أقلمتش استقبالها كان وحش فقال لك لأ أنا هلعب المصرية اللي موجودة عندي لعب دعاء غباشي ولعب اسمها إيه البنت اللي هي شاء ما جاي من نادي الشمس دي برضو مريم لا مش مريم دينا أظن أيا كان هو فضل إنه لعب المصريات الجاهزة اللعباء اللعباء الجاهزة جاهزة بس يقدر يعتمد يعني أنا ممكن لو قعدت دي ألاقي في مديرين فنيين يقول لك لا أنا ما عنديش الأجنبي وبعد يعني يعني اللي بلعب معه في نفس النقل لا لا نادي الزمال الكلام دا مش مظبوط يا كابتن عندهم اللي لا دا عنده عنده ضياء طلعه وريحه ومبقاش أول كرة مستحيل إن هو اللعيب بيغلط أربع خمس كرة وربعه وافضل سايبه وبعدين انت طلعت رضا هيكل في وقت بداية الشوت الثالث يعني زي اللي بيرمي الفوطة وحصلت مشدة ما بينه ما بين المدير الفني ودو ما كانش صح إن هو يحصل أيا كان كابتن إحنا طبعا مباراة الزمالك أكيد ما شوفناهش ولكن أنا محتاج بقى كابتن نقول على حتة اللي هو طبعا هل كابتن محمد بسالح هيعتمد على نفس الأوراق اللي اعتمد عليها في مباراة الزمالك بس خلينا أطلع لفاصل ورجع حدك تاني يا دكتور ننطلع لفاصل أعزائي المشاهدين وأرجع لكابتن فؤاد عبد السلام طبعا أو دكتور فؤاد عبد السلام عشان نتكلم على الأوراق ومفاتيح اللعب النهاردة إن شاء الله عندي الفرقتين وهل كابتن محمد مصالح حميد هيعتمد على نفس أوراق اللي اعتمد عليها في مباراة الزمالك أم لا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد دلوقتي بتلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع المباراة ما بين الاتحاد السكندرية ونادي الزمالك والمباراة اتنين واحد في الأشواط لنادي الزمالك ولكن الشهوط الثالث النتيجة الآن اتنين وعشرين تمنتاشر نادي الاتحاد قد يعاد نادي الاتحاد اه يعني دلوقتي اتنين وعشرين تسعتاشر تقريبا قد يعاد النادي الاتحاد النتيجة اتنين اتنين فشكلها كده هتروح على مباراة او شوط خامس ما بين الاتحاد والزمالك لحديد المركز الثالث يمكن كابتن قبل كون الفاصل كنا بنتكلم عن مفاتيح لعب النادي الاهلي ومفاتيح لعب طلع الجيش حدك شايف ان كابتن محمد مصالح هيعتمد على نفس الأوراق ولا ممكن يدفع بأوراق جديدة لأرض الملحب لا هيعتمد بس هيدي فرصة للبودلاء لان اسم طلع الجيش اهدى من اسم نادي الزمالك فهو هنا اللعبة والكابتن ابراهيم الأدوات اللي موجودة معاه قليلة جدا اللي هو يقدر يلعب بيهم لان عنده اصابات كتيرة قوي واعتقد يعني كل الشكر والتقدير لكابتن ابراهيم فخر الدين من غير أجانب من غير اللعيبة مكون سلام اللي موجودة معاه ويطلع تالت دوري وتاني الكاس حتى ان هو بينافس لكن يعني كافة النادي الأهلي والأوراق اللي مع كابت محمد بن صالحي ارجح بكثير من الموجودين ما معهوش لبرو الاتنين لبروهات نصابين اللي عنده فمطلع واحد ناشي كده عنده مشكلة في الاستقبال طبعا ما معهوش غير أشرف أبو الحسن البديل ولد من ناشئين النادي طلع الجيش واللي مطلعه برضو كابتن ابراهيم فخر الدين كابتن ابراهيم هيعتمد أساسا النهاردة على السرعة ان هو لو أول كورة طلعت معاها كويسة والأهلي مضغطش بالإرسالات هيعمل مشكلة ان أشرف عنده خبرة عالية قوي ويقدر هو بقى يريحه ويلعبه فدوة ممكن ان هو يقدم عرض مميز تسريع الملعب أو الدرب السريع هيكون يعني هو ده أحد أسلاحة كابتن ابراهيم فخر مع الهجوم الأمامي لأنه ما عندهوش واحد زي أحمد صلاح أوتسايد هيتر من المنطقة الخلفية ما عندهوش الكلام ده ولا أحمد سعيد ولا أحمد سعيد برضو بيطير من وراء وأي ما عندهوش هو الأدوات دهية فده الفرق ما بين هنا وهنا لكن أول قرة يقدر يعمل هجوم سريع وهجوم مركب كويس أوي أشرف أبو الحسن ويدخل تاني قرة الإرسالات بتاعة طلاقة الجيش كلها مموجة فيما عادة إذا كان تايسون مثلاً يقدر يلعب إرسال صاح كل حاجة سبيك فهو الأدوات اللي مع إبراهيم مش هي اللي تساعده أنه يخلص ياخد جيم هو بيدا بس يبقى كما حدك قلت وكما قلنا في أول الستوديو دي مبراء كقوس آه مبراء كقوس يا كابتن يعني بتلاقي فرق كبيرة جداً لقدر الله بتخسره فرق لا إن شاء الله يعني دايما مبراءة الكقوس حساباتها مختلفة عن مبراءة الدور العام يعني أنا لو رجعت للإحصائية بتاعة مبراءة الزمالك الزمالك التوتل إحنا عندنا الإرسال كان 53% الإرسال عند ناد الزمالك كان 41% الاستقبال 69% عند الناد الأهلي 37% نص تقريباً يعني هنا خلاص فيه شلل فيه صغرة جندة جداً مش قادر عندنا الاستقبال الكرة الأوانية اللي هي نص الهجوم عندنا يعني الاستقبال ما شاء الله يعني تقريباً تقريباً 70% تقريباً طبعاً آخر حاجة عندنا 59% الهجوم أو 60% هناك عنده 52% نسبة رائعة فيه نجم كبير قوي ضياء موجود في ناد الزمالك نسبته على بعضها كلها 33% لأنه لعبه فترة بسيطة الكارسة بقى في في رضا هيكل رضا هيكل نسبته 27% حضرتك في ناد الزمالك 27% ودوت هو أحمد صلاح بتاع الزمالك هو أحمد صلاح بتاع الأهلي بيلعب في الزمالك ف27% يعني هو بيلعب من غير أوتسايد هيتر هجوم خلفي مع أن الاستقبال ما يبقى وحش أحد الحلول اللي يستخدمها المدرد الضرب الخلف فهنا دي الفارق الأحصاءات والنسب كانت كلها في صالح النادي الأهلي أساسها الإرسال حق الصد عبه كان مميز هنا ما جابوش الأحصاءات بتاعته كان مميز أوي هو كابتن فقد هم بيبلغون دوقتي 25-24 للتحاد السكندري زمالك 25-24 كده بتهيألي يعني برضو الأمور بتتغير كل شوية طبعا طالعة نزلة الأمور بتتغير لكن النتيجة 2-1 والجمات مقفولة ده يبين لك قد إيه نادي الزمالك خلاص 26-24 نادي الزمالك كده 3-1 كده المركز التالت نادي الزمالك والاتحاد المركز الرابع وبتهالي كده إن شاء الله هيكون نص ساعة وتنطلق مبراتنا إن شاء الله بإذن الله يعني لو كنا روحنا على شهود خامس أكيد ده كان مبروك للزمالك طبعا هار لك للنادي الاتحاد نهاية موسم أنا عايز أقول حاجة بقى لأستاذ المشاهدين فضل مش بس في ألعاب الصلاة حضرتك على مستوى الرياضة المصرية ككل ألعاب فردية وألعاب جمعية وبالذات الألعاب الجمعية كورونا أصرت على الكل جدا 3-4 شهر للناس في البيت وبعدين تيجي تديهم فترة إعداد 6 أسابيع ونزل على الماكسيموم على طب لا وتلعب كل 3-4 في الفولي كده في البسكت كده في الهندبول كده يعني أنا لما أجي أبص على أحد المباريات تبص تلاقي المباراة ما بين طلع الجيش وما بين نادي سموحة بتفرج عليهم نادي سموحة في اسكندرية راكب المباراة تماما يا كابتن هيسم السكور وصل 2-1 في الأشواء لصالح سموحة طب والشوت الرابع كان ماشي إزاي للشوت الرابع والخامس هبوط حد في أداء لعب سموحة بدنيا بدنيا خلاص من ضمنهم في لعب الارتكاز في نادي سموحة طلع والمطش يعني عصبي الولد نط علشان ياخد حق صد ونزل على كعبه يجي له شرخ في الفقرة الخامسة ليه ده أعداد بدني ألف سلام عليك طبعا أبريا طبعا أحد ده ضوابة من قوات المسلحة ولعيب مميز جدا فطبعا الإعداد البدني الإرسالات الصحيقة بدأت تقل بتضيع الجامب بدأ ينزل ما هي حرام برضو اللعيبة يعني برضو أنا كلاعب مش عارف أعمل إيه أنا ريحت وبعد كده رجعت ومن الرجع أن أنا عايز أجيب نفسي فاربع خمس ست أسابيع وخلي بالحضردك في فترة اتمررنا برا الصالة يعني كل الفترة مررنا برا الصالة دخلنا واحد تمانية بس الصلاة المغطى طب يعني الكلام ده في كرة القدم بنشوف الإصابات بنشوف في البسكت الإصابات بنشوف في كرة طائرة الإصابات الهندبول أهو لسه بيعاني بس المنتخب متجمع ومتجمع بس يمكن الهندبول عنده وقت شوية خد وقته برحته يعني المعاون كان المنتخب الفولي والبسكت الحقيقة كان الله في عاونهم معاون المدربين وده كابتن سبب من أسباب اللي خلى كابتن محمد مصالح ميديو رايح اللعيبة في مباراة النهائي الخطامية في الدوري مع زماني بالزبط هو قال كده في مدخلة حتى محمود جمع معايا كنت في قناة النيل وقال لي نفس الكلام احنا غزبا عننا لازم نريح مش هناخد كل حاجة ياخدوا هما المباراة دي واحنا نريح رايح فيهم اللي هو الاتنين المهمين قوي واللي خايف هو عليهم رايح اللي برو معاوض وريح أحمد سعيد ضارب مركز أربعة ونزلوا وكان نسابهم عالية جدا في المباراة التانية صحيحة كابتن وخليني برضو قولي حددك ان دائما أبدا النادي الأهلي يمكن عنده فكر معين وحددك تبعا عن دي لقطات من المباراة كابتن هاي الإحماء النادي الأهلي طبعا عن ناحية المين ونادي طلاق الجيش طبعا على ناحية الشمال ويعني برضو كابتن عايز أقول حاجة اللعبة على البركيه مهما كان بيبقى حن كتير جدا من اللعبة على التريفليكس يمكن أنا كنت لعب وعارف الموضوع ده وصلت نادي الصيد بركيه فالحقيقة ان شاء الله يبقى ده برضو نوعا ما يكون حنال على ظهر اللعبة يا كابتن يعني رأي حدك برضو راجل لا طبعا الأرضية على كل الأرضيات حتى التريفليكس دلوقتي انتهى في نوع جديد بييجي كده اللي هو السجادة بتبقى زيها زي البركيه وبتلب مع اللعبة تبقى حنان على الركب يمكن أرضية النادي لأهلي اتغيرت يا كابتن كمان دي طبعا صورة للتالت مرة بتتغير لا اتغيرت قريف لأ لتالت مرة يعني مش والحقيقة هنا في محمد عبد المنعم أحد الأوراق اللي هو ميده بممكن يستخدمها في الاميرجنسي في وقت الزنقى مش عايز ان هو طبعا يقسره مع برضو عبداللطيف عثمان أحد لعبي الارتكاز مع بدائل كويسة جدا يقدر ان هو يستخدمها في تقفواد يعني مباشرة وصريح كده من اللعب اللي في مصر تتمنى انضمامه النادي الأهلي كده جول شؤال بقى خش كده على طول ما فيش حد في مصر ما يتمناش انه ينضم للنادي لا ما هو بص أكيد فيه العيب بخبرتك بعينك كده يعني انت برضو معما كان كابتل كشاب برضو وشايف الدولية لا طبعا لاعب انت شوفت قلت يا نفسي يجي النادي الأهلي والله في كل نادي بيبقى فيه لاعب مميز يتمنى ان الأهلي يضم له لا انا بتكلم انت حددك انت شخصيا تتمنى انضمامه بعين الخبير بقى الراجل اللي هو يعني سنين طويلة افنيت عمرك في ملاعب الطائرة فيه لعيب كده تقول لها خلقا خلي بالله كابتن حددك تبص خلقا ولاعبا طبعا مين اللعيب اللي تقول لها نفسي ينضم النادي فيه من النادي مثلا طلع الجيش محمد عصران وفيه بعض مفوضات فوجئت ان هي موجودة معاه ده لعب مركز اربعة فيه بعض اللاعبين الاهلي دلوقتي عايز ينزل بمتوسط السن حضرتك فعلشان ينزل بمتوسط السن ففيه اللي هعلى عن براك كابتن عزب عنده ولدين عزب السايد طبعا اه بيلعبه في نادي بيترو جيت هو بيتفاوض من اجلهم وحتحصل عملية مقصة كده ان انا هعير اربعة وعايز ييجي لان دول هم من المستقبل كم سنة هم كلهم في منتخب واحد وعشرين اه اللي خد مركز اتنين ما اتخذوا خدوا تلت عالم لا ما خدوش تلت عكا نواخدين خامس عالم خامس عالم هم دول بيلعبوا واحد في مركز اتنين واحد في مركز اربعة تمام الاتنين مميزين اه النادي الاهلي بيبص دلوقتي على عنصر السن وعنصر المقاييس الانصر والطول والعرض قياسات كله ارقام بالزبط ارقام فهو الفوليو باسكت ارقام يعني انت كنت حدثني ارقامك اقولك سعرك كام بالزبط ما فيش حاجة اسمها بقى كده بالبلد سوي كذا وده يسوي كذا ارقام وبعدين حضرتك اللي ماسك بترجد دلوقتي ابني من امناء النادي الاهلي بس هو اساسا طبيب وكان بيطلع مع المنتخب معايا طبيب وفي نفس الوقت بينزل مع المدير الفني يساعد في التدريب فهو فاهم الشغلانة كويس فداخل مع اسمه عمر طاها وعضو مجلس اداره هناك اذا ده كله ما شاء الله كل حاجة يعني فهو مع مع الكابت الرؤوف في مفاوضات دلوقتي داخلين ودوت بتنزل بمتواصل في السن عند النادي الاهلي بتحدس اللعيبة بتعير بعض اللعبين اللي ياخدوا الخبراء ويرجعوا تاني بحيث ان هو لازال العقود دي ما خلصتش بعض اللعبين اللي هما الكبار بس لما تخلص يلاقي البديل صحيح موجود خلينا كابتن انا ننتهز الفرصة النهاردة ونوجه التحية لكابتن سامي حمدي رئيس اللجنة المؤقتة الحقيقة الراجل تولى المسئولية في موقت صعب وكان الحقيقة كانت الدنيا وقفة وكان مفيش رياضة وهو اصر استكمال الدوري واثر على استكمال دوري الناشئين والشباب يعني الحقيقة نحن نوجهه لكل التحية لانه الحقيقة دار كرة الطائرة في وقت كان حساس جدا 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 وهو طبعا احد ابناء النادي الاهل المحترمين اللي كان ليه دور كبير جدا في الكرة الطائرة في نادي الاهل انا حضيف لحضرتك من قططين مهمين جدا احنا كان اتحاد مصر للكرة الطائرة بنعاني منذ سنوات طويلة والتحاد كرة القادمة والتحاد السلة من فلوس الحكام المتأخرة هو ابرم عقد مع احد البنوك الوطنية الشهيرة بحيث ان كل الفلوس اللي بتيجي للحكام تروح على فين على البنك من حساباتهم على طول اه من حساباتهم والكشف يروح ويروحوا يقبضوا اول باو دي قضية ده خطورة ده صداع كبير في كل الاتحادات يا كابتن صداع وخلي بالك يا كابتن هل يعقل هل يعقل يا كابتن يعني فرصة ان حداك معاي هل يعقل ان اللعب يكون بياخد ملايين دلوقتي والمدرب مرتبه وماشاء الله بيبقى حك كبيرة والحكم مازال بياخد 250 و 500 جنيه ما بياخدهمش ما بياخدهمش يا كابتن ما بياخدهمش ازاي بطلب من قاضي المباراة الحكم هو قاضي في المباراة ومش هتقوم اللعبة عمر ما في رياضة هتقوم والتحكيم تحت بصراحة يعني اكيد واللي بيعتزل بيروح يا تدريب يا ادارة يا محدش عايز يروح التحكيم لضعف المقابل الماد يا كابتن وكمان ندريته يعني فيه الست سبع سنين فاته لهم مستحقات فكون ان هو بيخلص المشكلة دي نحيي عليها جدا يا كابتن طبعا تحية الحاجة التانية عندنا كم حكم دولة 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 يا كابتن خمسة ولا ستة في الطائرة برضو ولا اكتر كان خمسة وعشرين اللي بيعتزر بقى خمسة ما نقول لها حداك انا متابع وشايف كويس يعني احنا عندنا مقسة كبيرة جدا مقسة مقسة والله اه طبعا يعني الحكم يا جماعة هيفتح بيته زاكب وموت كابتن حسن احمد برضو اثر على اللعبة القرى الطائرة جامد جدا لان هو كان رئيس لجنة الحكام في اتحاد دولي وكان بيساعد كثير جدا في اتحاد الافريكا كمان النقطة التانية للجنة المؤقتة طبعا الليحة كانت كلها عوار اللي هي شغالين بيها كلها عوار قدر ان هو يصلح بعض البنود وينشرها في اطلاع اللقاء المصرية ولا لسه الجمال يعني ديجي التعديلات دي في جزء 12 وجزء التاني عام الجمعية عمومية غير عادية يوم 21 اكتوبر تتحدد معادها خلاص تتحدد معادها 21 اكتوبر ان احنا كنا نشرنا خبر يا كابتن من يومين ان اللجنة المؤمية اعتمدت اعضاء الجمالة عمومية وخلاص وراحة لها الدعوة اه اربعة وخلاص كان ناقص التحديد 21 حدك النهاردة 21 اكتوبر علشان يصحح الليحة ادي جميع ومغرها دي طبعا ادي الحاجة التانية الحاجة التالتة يعني الوقت الليحة معلش يا كابتن انا عايز اقف عنده كل حاجة الليحة ماتشنج مع لاحة لاحة اتحاد دولي ده هي واخدينج بيست كوبي من الاتحاد الدولي ممتاز يعني هو ده مهم جدا وما يخرجوش عن ان هما كل واحد يحط حاجة على مزاجه دلوقتي بينا باشيين بالستاندرد العالم هو ده المفروض اه ودكتور اكيد عمر علواني كان ليه داخلي طبعا وخدنا رأيه اكيد طبعا اكيد اكيد ونقب رئيس اتحاد الدولي طبعا الحاجة الرابعة بقى اللي هي مهمة جدا احنا دلوقتي الاتحاد الدولي لسه ما اقرش النشاط هو وقف النشاط بتاع الفين وعشرين الدولي احنا حضرتك عندنا فرصة بنسبة تسعة وتسعين في المية احنا خرجنا يعني بطريقة مش حلوة ابدا التصفية كانت على ملعبنا مع تونس ودفعنا فيها تمانية وسبعين الف دولار عشان نجيب هنا وخسرنا وخسرنا تلاتة صفر اه لفكر مبارد كانت عسادة الصلاة واحد في سيد القايرة تلاتة صفر دي مهانة جمدة جدا لأسرة قرى الطائرة المصرية علشان نعوض احنا رحنا اخر اولمبي جيمز بفرقتين واحدة بنات بيتش والفريق الرجال اندور احنا خسرنا بنات وخسرنا رجال الكونغو الديمقراطية 2015 صح ايوة كسبنا تونس ثلاثة اتنين اه تمام كانت في الكونغو كانت في الكونغو الديمقراطية وكسبنا تونس ثلاثة اتنين بالزبط انا متأذكر جيد قدنا بقى حضرتك دلوقتي فرصتين كل اللي هم اعضاء للتحاد مجلس الادارة السابقين و قبل ما تيجي اللجنة قالوا ان احنا عندنا نشغل البنتين فريدة ومعها دعاء هم اللي عندهم فرصة كبيرة يوصلوا الريمبي جيمز كويس تمام ده اللي هو ايه الفوليبول البيتش اللي هو الشاطئية كرة الطائرة الشاطئية تمام حل جيت دكتور سامح مين قال هذا الكلام يعني الظروف صعب تخدم عندنا كرة الطائرة الشاطئية ولاد بنفس الدرجة بتاعة كرة الشاطئية بنات بس ما تتلعب مين بقى اللي حيلعب مين يا كابتن اقول لي بقى كواليس اهو انت عراجل اهو بتاع باسكت وانت موجود اهو بقى تبورك اهو كد مين من نادي الاهلي اللي كنا بنتكلم عليه احمد صلاح لا مين اللي هو اسمه ايه دوت الولد اللي جاب 73% احمد سعيد احمد سعيد يعيني عليك ده احمد سعيد واحد احمد سعيد هيلعب في خبر حصري احمد سعيد هيلعب في التصفيات الدورة الالولمبية حالو ده يجنن اي فرقة طب مين التاني معاه اللي موجود ده معاه فيه تلاتة ابن عذب واحد منهم كابتن عذب اهو اللي بيلعب في بيتروجيت اللي بيلعب في بيتروجيت اه طبعا فيه اتنين لعبين من الشرقية للدخان برضو مميزين جدا انا مش متذكر اسميهم ممكن يتخذوها واخدين اربعة اه خمس لعبين ومعهم دوت هيتمرنوا لمدة شهر هيختاروا منهم الفرقة اللي هي هتلعب ان شاء الله كابتن ده خبر مهم جدا بس ده خبر جميل وهنرجع له بالتفصيل بس خلينا نروح لأرض الملعب وزماننا طبعا العزيز الزميل كريم احمد عايزين نعرف منه الاجواء كريم اتفضل برحب بيك كابتن ايسم السعيد كل التحية لك ولكل مشاهدين طبعا ودفك الكريم لكتور رفادي عبدالسلام ان شاء الله النهاردة كلنا نفرح مباراة قوية جدا طبعا النادي الايل وطلعه على جيش في نهاية كأس مصر لكن بإذن الله سخطنا كبيرة جدا في كل اللعبين عندنا لعيبة نجوم فيها النادي الايل عارفين قيمة شرط النادي الايل في شكل كبير جدا ان شاء الله النهاردة تكتمل السلسية اداء اكتر من رائع ليه فريق الكرة الطائرة على رأسها طبعا كابتن محمد مصلحي يعني يقدر نقول من مميزات فريق الطائرة هو قرب السن بين اللاعبين وقرب المعلومات وقرب التدخل الكبير جدا من كل العائبة النادي الايل وكابتن محمد مصلحي وكابتن محمود جمعة وايضا كابتن تامل طيجر توليفة رائعة جدا سواء من المداربين او لعبة النادي الايل ان شاء الله كل الامور دي تكلل بالنجاح النهاردة ويقدر النادي الايل حقق الفوز لان ان شاء الله تكتمل السلسية مجهود كبير جدا ويمكن الحمد لله يعني يقدرون نمسك الخشب الفترة اللي فاتت طولة الدور العام طولة السيدات كرة السلة طولة السيدات كرة طائرة ان شاء الله كمان النهاردة يكون اسبوع مليئ بيها الانتصارات ويقدر النادي الاهل ان شاء الله النهاردة يحصل على لقب بطولة كأس مصر اجواء اكتر من رائعة النهاردة في اصالة نادي السيد طبعا بيه 6 اكتوبر كل الامور الحمد لله ماشي بشكل رائع ومميز جدا ان شاء الله بقى كل التوفيق لفريق النادي الاهل في هديه المباراة تواجد طبعا كالعادة يعني متواجد من بدري جدا الدكتور سامح حمدي يعني رئيس مجلس صدارة التحاد مصري لكرة القدم طبعا اللي ممكن حقيقة حابين حقيقة على المجوده الكبير تسهل لنا امور كتيرة جدا تعرف طبعا كابتان عيسم واكيد كل جمهور النادي الاهل منتظر ان هو يتابع بشكل حصري في مبارات اليوم على شاشة قناة النادي الاهل فاكيد بنواجه له كل الشكر على كل الامور الخاصة به تسهيل الدخول والخروج لان طبعا انا ممكن في كل لحظات هيكون معايا لدكتور سامح حمدي اللي حابين اتكلم معايا طبعا عن المباراة النهائية عن الموسم شكل عام للظروف الاستثنائية الكبيرة جدا دكتور سامح حمدي يمكن وصل معنا هو برحب بيك طبعا في البداية دكتور سامح وسعداء بوجودك معنا وتحيات كابتن هيسم السعيد والدكتور فدعب السلام شكرا يا كريم وانا سعيدنا يعني تستطيعوني نادي الاهلي بتشوف المباراة ازاي وبتشوف الامور بشكل عام الموسم عامل ازاي موسم استثنائي وكان فيه صعبات كبيرة جدا على كل الفرق لكن المناصر للمباراة النهائية موجود كبير يحسب لليل جميع على الدكتور الحقيقة كانت موسم استثنائي بكل المقيس لكل عناصر لعبة من حكام لمدربين للعيبة بس الحمد لله الفرق قدرت تلمنا بسهب سرعة الحمد لله وإلى حد ما المستوى مش بطال كويس جدا لأنهم ماخدوش فطرة التدريب كافية وأعتقد أن يعني فعلا الجيش والأهل وصلوا للمركز الأول والثاني ده عن جدارة وزا مالك هارد لك يعني وهو يطلع المركز التالت بس عموما يعني الحمد لله نحن قدرنا نطلع ببر الأمان بالبطولة ما كان نشمت قاعدنا نحن ان شاء الله نخلص البطولة بالأسلوب ده الكرة اللي طائرة في النادي الأهلي حاجة رائعة وميزة جدا سواء على مستوى السيدات والرجال يمكن شوفنا مبارات للسيدات ويمكن بيحصلوا على اللقب للمرة السبعتاشر على التوالي ده أرقام خلاسية وأرقام تحسب للنادي الأهلي ونهار ده كمان ان شاء الله بنتمنى تفعل النادي الأهلي بشوف كرة الطائرة في النادي الأهلي ازاي وإصرارهم انهم مستمرين على أداء ده دكتور سامي لا طبعا النادي الأهلي أقوى فرقة في مصر دلوقتي وبدليل انهو مثلا عنده عشر لعيبة منتخب مصر فطبعا ده الكلام واضح قوي ان المستوى مشكله ايه ومشاء الله الجيش طالع كويس قوي والزمالك برضو فرقة قوية وانا فجئت بمستوى للتحاد الحقيق للتحاد مستوى اكثر من رائع بالرغم انه اول مرة بينافذ وفيه سموحة بس سموحة السنة دي برضو مخرجت لكن انا شايف ان يعني المستوى الى حد ما مقبول في نظرا للظروف الحيارة بتاعة الكورونا حابين كمان نمكن نوجد شكر للنادي السيد طبعا على الاستقبال وللمباراة لان الحقيقة يمكن سهولة في الدخول والتنظيم وحاجة رائعة جدا طبعا مباراة كبيرة جدا بين خدبين طبعا طلاعي الجيش في كرة الطريقة ونادي الالي فحابين طبعا نوجد شكر كل القائمين اللي عمل هنا دي كورسة لا دا ما فيهم ملا شكة فيه ان احنا يعني ما نقدرش مهما ان شكرناهم مش هنديهم حقهم ونوفيهم حقهم انهم عملوا اكثر من واجب وحاله مشاكل كتير جدا لا تتخيلها مع الجمهور ومع الاعضاء ومع اللعيبة بصراحة والتنظيم كان اكثر من رائع ويكفي ان هم استضافونا الاندية الممتازين بصراحة يعني وعايز اقول برضو النشاط الرياضي عندهم على اقوى صورة بيمثلوا اشرف الفار ويعني شكرا لهم كلهم عضاء مجلسة عشان منساش حد كلهم 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 بصراحة اهموا بواجب واكتر من الواجب شكرا يا كريم شكرا كل الشكر والتقدير طبعا لدكتور سامح حمدي واحد من رموز الرياضة ورموز كلها الطائرة تحديدا فيها النادي الاقلي كابتن هايسم زي ما بنأكد دوله ان شاء الله بإذن الله بنتمنى بقى النهاردة نشوف الجدية والحماس شخصية النادي الاقلي في كل اللعيبة عندنا لعيبة من ذهب لعيبة الكرة الطائرة بالنادي الاقلي هنقصنا توفيه ان شاء الله النهاردة وبإذن الله كالعادة كلنا لقاءات مع اللعبين نفرح بالتتويج وكل جمهور النادي الاقلي ان شاء الله يكون متابع معنا لحظة بلحظة سواء البس المباشر لقاءة المباراة والاحتفال ان شاء الله بإذن الله عقم انتها دي المباراة ودليك كابتن هايسم من جديد الزميل كريم أحمد شكرا جزيرا تخطي مميزك العادة منك الزميل العزيز كريم أحمد يمكن بعود لحضراتكم في الستوديو طبعا زي ما شوفكم حضراتكم بلانتهز الفرصة أيضا عشان نشكر الكابتن محسن تنطاوي رئيس نادي الصيد والحقيقة اللي طبعا أبدأ تعاون كبير معنا الحقيقة ومع كل القائمين وفريق العمل وكان هدفنا زي هدفه هو نشر اللعبة ونحط كل جماهير مصر معنا في هذا الحدث المهم كل التحية طبعا لمجلس إدارة نادي الصيد برئاسة الكابتن محسن تنطاوي أكيد مدير نشاط الرياضي الكابتن أشفر الفار أحد أبناء النادي الأهلي كابتن فوق درجة لحضراتك يمكن لما بتلاقي كده تعاون من طبعا من أندية ورؤساء مجلس إدارات الحقيقة الموضوع ده في الآخر بيصب بالمصلحة الرياضة المصرية أكيد طبعا الكابتن محسن تنطاوي مش غريب على الرياضة يعني ابن برضو من أبناء النادي الأهلي وأن هو ياخد يستضيف النهائيات في نادي الصيد ده يعني كل الشكر والتقدير ليه وبنسبة 99% أنا مش متأكد هو بدون مقابل طبعا ده مش غريب على كابتن محسن تنطاوي مش غريب على نادي الصيد نادي أولادي الزوات نادي الاحترام نادي الأدب بالضبط كده لأنه الحقيقة يعني يعني ما أقدرش أقولها شكرا طبعا لأنه إحنا هدفنا واحد هو ناشر الرياضة وإن إحنا نمتع جماهير الكرة الطائرة في تحية طبعا كبيرة جدا للكابتن أشرف الفار طبعا يجيب نشاط الرياضي بنادي 6 أكتوبر كون إنه هو بفرقة الأنسات توصل الفاينال مع النادي الأهلي ومعظمهم لعبات أقل من 20 سنة وخلوا للبطولة من النادي الأهلي على صد أمير عبدالله الفايسر وقالنا المبروك واجدنا لهم طبعا التحية والتقدير وطلع خد في ضيط الدوري وفي ضيط الكاس كل التقدير والتحية لأ حاجة مشرفة جدا جدا الحقيقة فيه اهتمام بالرياضة في النادي الصيد وأعتقد أن النادي الصيد هتقدم خطوات كبيرة ده المصلحة منتخب مصر يعني خلي بالك كابتن الجيل اللي بيلعب 19 سنة اللي خده بطولة الجمهورية زي ما قلت الحديث أكيد 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 ده هيقود ده هو المستقبل كله للصغار اللي طالعين حيمثله مصر في البطرات العالمية القادمة إن شاء الله عرفة كابتن أنا لقاء كريم أحمى طبعا زي منا العزيز في الأرض الملعب مع كابتن سامي حمدي فكرني طبعا بالكابتن حسن حمدي العظيم طبعا رئيس نادي الأهلي السابق وصاحب أكبر إنجازات حصلت في التاريخ العهد الحديث وخلينا أقول لحضرتك إن كابتن حسن حمدي أنا انضمت للنادي الأهلي وهو كان رئيس النادي الأهلي الحية ولما شفت كابتن سامح يمكن الشبه أريب الشبه أريب قوي قوي فعلا فالحقيق واحد كان لنا عملي اللقاء مع كابتن حسن الحية الكابتن حسن قمته في خبرته الرياضية هو يعني هو أكثر واحد بنول النادي الأهلي وأكثر واحد مؤمن بالتخصص يعني مدير النشاط الرياضي هو المسؤول مدير الحسابات هو المسؤول عن اللوايح المديرين الفنين هو المسؤولين ما ياخدش قرار إنه يطلع على عيب أو بتاع إلا إذا كان فيه جرم كبير حصل لكن هو دايما بيرجع الكورة للمتخصص الموجود فيه أصبحت علامة مميزة من قابتن صالح سليم دلوقتي بتمشي سيستماتيك كلها أي فرقة فيها مشاكل ترجع للمدير الفني شفنا البسكت النهاردة بيتم الاستغناء عن طبعا أحمد إسماعيل وكل تقديره واحترام ليه طبعا حين نقولش حاجة ولكن تم استبعاده لأسباب غير فنية يعني أصدقل لحضاك النادي الأهلي يمكن بدون أي طبعا تغلط أو تجريح في أي حد ولكن النادي الأهلي ليه سيستم ليه دستور ليه قانون اللي مش هيفهم القانون ده من قول هو داخل على باب النادي الأهلي هيبقى عنده مشكلة أكيد أكيد لأن النادي الأهلي ما بيقفش على لاعب فعلا النادي الأهلي هو صانع كل النجوم اللي طلعين في كل الألعاب المختلفة فالكل بيجي يشتغل حتى لما بيعتزل ويسيب تبص تلاقي فيه عرف عمله كابتا محمود الخطيب جميل جدا جاب كل الناس الأدام وكرمهم في برنامج أسرة النادي الأهلي جابوا مكرمهم ما تتصورش طرق أسر طيب قد إيه عند الناس دي سواء بقى في الفولي في البسكت في الكورة يعني كل الناس دول كانوا ليهم بصمات كبيرة جدا في الوقت اللي هو كان تعبان فيه وحيسافر ألمانيا يعمل عملية أسر ندي التمي ده على الفكرة يا كابتن والله ده مش غريب على النادي الأهلي واللي متابع النادي الأهلي يعني من قديم الأزر وهيلاقي أن هذا الدستور يمكن النادي الأهلي ممكن يفرط في بطولة ممكن يفرط في أي شيء تاني ماتش بطولة ولكن لا يفرط أبدا في دستور بتاعه مبادئ في المبادئ ويمكن أنا بستحضر كلمة طبعا الكابتن عدل القيعي أحد يعني الرجال يعني طبعا اللي هو يعني من قول رموز النادي الأهلي لما قال النادي الأهلي مش عظيم عشان بيكسب و النادي الأهلي بيكسب عشان عظيم عظمة النادي أهلي جاية من حتة دي جاية من التزامه وجاية من تمسكه بالقيم والمبادئ على مدار تاريخه يمكن خرقنا شوي يا كابتن عن أكواء المباراة ولكن ما ينفعش طبعا ما نشوفش كابتن سامح ونتذكر هذه الأيام الجميل كابتن خلينا أقول لحضرتك كيف ترى مستقبل الكرة الطائرة في النادي الأهلي رجال وسيداتك الرياضة في النادي الأهلي في كل الألعاب أنا مطمئن للكلمة اللي حضرتك قلتها أن الأهل اللي هو دستور ولو مبادئ بيحطها ويمشي عليها لما بييجي مدير نشاط الرياضي يدخل يستعرض أهم نقاط القوة أهم نقاط الضعف في الفرق وقول أنا عايز أعالج الحتة دي ودي تكلفتها كذا فهنا بيحترموه إنما ما بيجيش يقول والله أنا عايز أدعب سلام أنا عايز هايسة مسعيد لا بيجي يقول والله أنا عندي في المركز دوت فلان كبر ولازم أبدأ أحضرله مجموعة بدأت بيجيب لاعب واثنين وثلاثة وقول دول إحنا وصلنا فيهم سعب بقى يقول طب ندخل كلنا عدل القيع ومش عارف إيه يبقى يدخل لعيب كورة في لعيب فولي كل الكلام ده بيبقى موجود لكن الخطة اللي بيحطها المدير طبعا اللقطة ديها كابتن وصول الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أرض الملعب وشوفنا مبارح كابتن محمود الخطيب كان في فريق طبعا جاء بيجلس بجواره كابتن سامح حمدي يمكن عادت لنا الزكارات الجميلة عندما كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي وكابتن محمود الخطيب كان النائب يمكن الشكل متقارب شوية عشان كده ذكرتنا بهذه الأيام طبعا زي ما حضراتكم شوفتم بارح كابتن محمود الخطيب أصر على حضور نهاء كأس مصر للسيدات كان بين نادي الأهل ونادي الصيد وكابتن محمود الخطيب أمس طبعا كان حريص وكابتن رقوف عبدالقادر على يمين كابتن محمود الخطيب وكان حريص مبارح لحضور المباراة واجتمع مع الفريتين الحقيقة سواء سيدات النادي الأهل وسيدات أو لعبات النادي الأهل ولعبات نادي الصيد وكان ليهم كلمة معهم وده مش غريب أبدا عن النادي الأهل اهتمامه بكل الألعاب باهتمامه بالإنفاق وإعداد اللاعبين من طراز مفريد للمنتخبات مصر فإن شاء الله أكيد دي اللقطة اللي شفناها مبارح طبعا كابتن محمود الخطيب وهو مع اجتماعه مع اللاعبات الفريق الأول طبعا للكرة بتغير سيدات وكان كله موجه ان دي مباراة وبطولة ونادي الأهل دائما أبدا يحافظ على مظهره احنا عرفنا كواليس هذا الكلام وإنه طبعا حريص على مظهر نادي الأهل وإن هم دائما يشرفوا النادي الأهل بمظهر مشرف سواء من احترام الخصم سواء من الأداء الفني التزام القوانين واللوايح في داخل الملعب أكيد نفس الكلام ده توجه للعبين قبل المباراة يعني لعبين القرى الطائرة هو ده تستور النادي الأهل وسيظل أبدا طبعا وحضور كابتن محمود الخطيب النهار ده أكيد هيدلي زخم كبير للمباراة وأكيد هيدلي دافع معناوي جدا للعيب الحقيقة أنا حتى كنت تعيب لما بيعندي مباراة وبلاقي طبعا أكيد قيمة كبيرة كذلك كابتن محمود الخطيب بيحضر مباراة للوضع التاني والحقيقة وأنا كنت مرة كنت في لبنان وكنت بنلعب بطولة بطولة صيدة معروفة بطولة لبنان في البسكتبول وكنت مع الفريق وكابتن محمود الخطيب في أرض الملعب في بيروت وحقيقة ده كان ليه أثر كبير جدا على الفرقة ودخل والله قال نفس الكلام يعني قال لنا طبعا أنه يعني أهم حاجة مظهر النادي الأهلي وتمثيل النادي الأهلي تمثيل مشرف رأيك يا كابتن فؤاد انت لخصت خلاص الإعداد النفسي انت كلمت فيه الزيارة دي إعداد نفسي للمباراة كونن رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بيبو رمز من رموز كرة القدم الكبير ومعشوق الجمهير المصرية رايح يؤازر فرقة أنيسات مبارح والنهاردة بيؤازر فريق الرجال والاتنين الحقيقة مشرفين النادي الأهلي فرقة كرة طيرة على يعني اختلاف درجاتها فده إعداد نفسي كبير جدا ودفع معنوية كبيرة جدا قبل المباراة أكيد 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 حينعكس هذا على أداء اللعبين أثناء سير خاصة أنا كابتن أنه الأمانة تم توفير جميع سبل النجاح وكميع الإمكانيات للفرق الراضية بالكامل يعني شفنا السلة النهاردة السنة دي أحقق أعلى صفقات عاملت في تاريخ كرة السلة ولسه الحقيقة الموضوع بناء الفريق مستمر الطائرة نفس الكلام نفس الكلام مع الكرة اليد الدعم مستمر ميزانية كبيرة جدا لألعاب الصلاة فالحقيقة يعني الدعم عندما تأتي الزيارة وبعد الدعم يعني كابتن محمود الخطيب يحضر مباراة وطبعا قبل ذلك بأشهر بيقدم الدعم للفرق دي فالحقيقة أكيد الفرق دي بتحس أنها مش بعيدة عن صناع القرار في النادي الأهلي شوف سيادتك مدام فيه أن هو بيدي الدعم كامل الحساب في النهاية بيكون عسير عمر النادي الأهلي محاسب بمباراة أن أنا بخسر أو أن أنا المجموعة طلعت فيها الثاني أنا بحاسب في آخر السنة ليه لأنه هو بيجي يقول له أنا عملت واحد اثنين ثلاث اربعة خمس حاجات اديتك كل الحاجات اللي نقص عندك طيب تعال بقى أنت مقصر في واحد اثنين ثلاث اربعة كجهاز كجهاز معاون كلعبين بنشوف التقصير جاي من فين ويبدأ أنت قلت لدلقتي فيه مثال في البسكت قلته وما نعرفش ليه هم مش عمرهم ما هيقولوا ليه على فكرة صحيح صحيح يا كابتن خلينا أقول لحداك أنه برضو الحتة آه طبعا خلينا نقول أحمد اسماعيل آه طبعا أنا أصدأ أقول لحداك إحنا بدون يعني بدون يعني دخول في تفاصيل ولكن نادي الأهلي دائما أبدا بيختاروا الخلق قبل اللعب ولازم يكون يعني البوابة الأوانية اللعب ده ملتزم ولا لا مش ملتزم بيبتم على طول صرف النظر على التفاوض معه ملتزم بيبطي نبص الناحية أكبر المثال عبدالله السعيد في أكتر من كده صحيح طيب كابتن نفاد إذن أعزائي المشاهدين بعد إذن حدك طبعا يا دكتور إذن أعزائي المشاهدين لحظات وسنطلق المباراة النهائية كأس مصر لرجال الكرة الطائرة النادي الأهلي ونادي طلاع الجيش بصالة نادي السيد بستة أكتوبر نطير إلى هناك مع معلقنا كابتن عزب السيد فإلى هناك